صباح الخير النهاردة انا عاوز اتكلم عن مسلسل الحرام لك الجزء الثاني انا ما كنت شغط الجزء الاول وابتديت الجزء الثاني كنت كان باله كم يوم انما هو مسلسل جميل جدا ومليان شخصيات وممثلين ومبهر ولا شك ان كل البنات اللي فيهم كلهم احلى من بعض هم المين اجمل الجميلات في وسط الفني في مصر والسوريا وتونس طبعا هو فيه تانيين انما لا شك ان كلهم حلوين ايضا هو فيه ممثلين ممثلين مصريين وممثلين سوريين احب نوه في البداية ان دائما المسلسلات السورية تتفوق على المسلسلات المصرية التاريخية يعني لما بيكون مسلسل تاريخي هتلاقي ان لو تعمل المسلسل التاريخي في سوريا افضل بكتير من المسلسل التاريخي في مصر لعدة اسباب لان هو بيتكلف كويش اسلوب التصوير بيبقى افضل وهو دلوقتي ابتدت المسلسلات المصرية هذه نقطة بمرة نتكلم عنها اكتر ان المسلسلات المصرية كانت دائما عندها عدم المصداقية في التصوير بمعنى ان محدش في الدنيا او عدم الطبيعية في التمثيل محدش في الدنيا لما بيجي يتكلم يروح واقف ومدي ظهره اللي بيتكلمه ويباصص ويعمل بقديه كده كان دائما مصطفى فاهمي كان عنده الحركة ده يعني يقف ويدي وشه كده للكاميرا يسد الكاميرا ويدي ظهره اللي بيكلمه ويتكلم بقى ويقعد يتكلم له كده شوي معظم الناس كل الناس يعني ما بتيجي تتكلم اذا كان في الشغل ده كان إلا لو وقفين بيتنقشف موضوع الماشي كده إنما دائما الناس بتبقى دائما تتكلم يعني محد بيزور حد محدش إلا لو حفلة بقى وكل واقف يعني مثلا بيبقى ريسيبشن ولا حاجة ومفيش اعاد أو الناس كلها وقفة ومسكة حاجة بتاكلها أو بتاع بيبابوفيه مثلا أو كده إنما في يعني تسعين في المئة من الحياة بيبقى الإنسان قاعد فدي كانت دائما بتبقى مشكلة في التصوير في المسلسلات المصرية عدم المصدقية يعني دائما تلاقيهم وقفين كده أو ببطارية الكلام والأسلوب في الكلام مش هي الطبعي كان دائما المسلسلات السورية عندها ده أفضل يعني لهم قاعدين وحتى ما بيجوا بيأكلوا بيبقوا فعلا بيأكلوا لما بيجوا قاعدين كده أسرة مع بعضها تحس فيها أنهم أسرة إنما دلوقتي الصراحة وده أنا لاحظته في مسلسل مسلسلات السنة ده إن كلهم عندهم يعني المسلسلات المصرية تخطط الأسلوب ده بقيت أكتر مصداقية وبيبقوا قاعدين على كناب على فتيات وبيتكلموا وبتناقشوا وبتاع واحد بيتخاني وبيمشي بتاع أو بيهم يقفلوا كلمة قبل ما يمشي بتاع يعني إنما مش الواقف كده ومد يظهروا للترع يعني إنما مسلسل حراملك طبعا هو مليء بالأحداث إنما هو فيه مشكلة إنه هو المفروض هو بيمثل حقبة حكم العثماني في القرن الستاشر إنما فيه شيء أولا هو اللغة طبعا المصريين بتكلموا مصري والسوريين بتكلموا سوري يعني أنا يعني حتى أنا مش فهمة هما المصري يعني إيه اللي مخلي واحد مصري يروح يحكم زي مش عارف فوزي بيك ولا مش عارف مين ولا مين ولا نفس الشيء حنة هي ليه بتكلم مصري بغد النظرة إنها بتدير خان وإنه لا والمصريين ما عندهمش الكلام ده وكلام الفاضي ده لا أنا مأملي بس بس أنا مش يعني هل ده كان موجود في الجزء الأول يعني مش فهم إيه الحكاية يعني إيه اللي خلى واحدة مصرية تروح هناك آه كان فيه في مصر ناس بتعمل كده يعني يعني ما كانوش ملايكة المصريين يعني محدش يطلع ويقول لا ده ما إحنا كان هم المصريين عندهم بس من الحاجات اللي هي ما بتبقى أفضل لما بيبقى فيه كذا الجزء إنك تعيد تذكرة المشاهد اللي هو اللي ليسا جاي دلوقتي يعني تبقى دايما حلو إن انت كل شوية تجيب حاجة بحيث إن الناس تفهم بالذات لما أصليها أصليها يعني يعني ملتيناشنال يعني هي جايب المصري وجايب التونسي وجايب وجايب لا هم هم زمرودة ما زمرودة اللي هي حنة هي سورية هي تونسية اللي هي دورة إنما طلع مصرية وفيه واحدة تانية مصرية وفيه اتنين فيه اللي هو كان اسمه جاد حازم اللي هو اللي تقتل من كم حالة طلع مصري طيب ممكن أقول اللي هم الحكمدرية كان علشان هي كتل الخلافة العثمانية فكان فيه كان فيه حتى مصريين أو سوريين كانوا بيروحوا يحكموا في اسطنبول ساعات أو بيبقوا مسكين مناصب في اسطنبول نفسها بس دين أنا مش يعني الموضوع جاي منين رايح فان يعني بالذات إنه جزء تاني وإن حلقات كتيرة بيبقى كويس إن انت كده كل شوية تجيب دقيقة كده تفكر الواحدة زي ما واحد مثلا بيعمل بريزنتيشن طويلة بيبقى كويس إنه كل مثلا هيقعد ساعتين مثلا يتكلم فيه ناس دخلة جديدة على القاعة مثلا يروح عاية شوية الأفكار اللي اتكلم فيها بحيث إن الناس ما تبقىش تقدر تتابع الموضوع لأن مش كل الناس يعني بتتابع الحلقات من أول يوم يعني ساعات كتيرة على بل ما بتلحق المسلسل بيبقى فاتت كم حلقة إنما هي الحدوتة طبعا عظيمة النقطة التانية طبعا هو اللغة طبعا فيه كتب أو فيه موجودة مثلا لمؤرخين زي ابن إياس أو كده ممكن كانوا يراجعوا يعني كان فيه شوية مؤرخين اللي كانوا موجودين في القرن الـ 14 و 16 اللغة يمكن تبقى متشابهة شوية إنما هم بيتكلموا بلغة عمية زي بتاع دلوقتي يعني يعلم علي ويقول لي يعني صحيح هو يعني يعني يمكن لما بيبقى المسلسل عن القرن الماضي مثلا يعني في البداية القرن العشرين أو كده بيجيبوا بيجيبوا الناس بيتكلم زي الأفلام القديمة بالذات القديمة واللي هي فاطمة رجدي وكده والسلوب بتاع الكلام إنما هم ضيعين لأنه ما فيش حاجة زي عمل مثلا أو أعمال أو حاجة إنما ما فيه اللغة العربية الفصحة فأنا كنت يمكن مش هتبقى بال يعني البنات بلما هوا حلوين كده ويتكلموا بالعام كده وابتهبوا إنما ما تبقى فصحة هتبقى مقنعة أكتر أو هقدر يعني عندما يكون فيه جدال بين أسلوب اللغة أو بين الكلمات يستحسن أن أنت تعود للي هو اللي كله المتفق عليه يعني حاجة حيادية ولما بالذات لما بتبقى في اللغة طبعا اللغة الفصحة هي بتبقى اللغة الأفضل استخداما لأن أنت من حوالي خمس قرون طيب يعني الأسلوب كان مختلف طريقة التعامل كانت مختلفة الناس بتتكلم من طريقة مختلفة فكان أفضل إنه يبقى فيه استخدام اللغة العربية الفصحة اللغة العربية الفصحة طبعا هي ليها درجات يعني توفيق الحكيم الأديب العظيم كان بيستخدم ساعات اللي هو في الحوارات في مصرحياته ساعات طبعا ولما كان بيعمل شهر زاد ولا مش عبيه بتبقى اللغة الجامدة إنما فيه حاجات تانية اللي بتبقى اللي هي الفصحة اللي هي زي بتاعة الصحافة وقريبة اللي هي الأقرب للدرجة الأعلى للعامية اللي هي الفصحة اللي هي وفي نفس الوقت طبعا طريقة نط الفصحة ممكن يديك مصداقية أكتر يعني ومش لازم تشكل الكلام يعني مثلا جملة بسيطة مثلا هل عاد علي للبيت؟ هل عاد علي للبيت؟ طبعا هو ممكن هل عاد علي؟ طبعا هو ممكن هل عاد علي للبيت؟ طبعا هو فصحة إنما إنما هي الفصحة التي لا يجب أن تشكلها أو تجعلها بأن هذه الفصحة المشكلة ليست عميد الأدب العربي طبعا حسنو اللي بتكلمنا هذه هي ناس شعبية وحتى زمان من أديم الأزل ليس كل الناس عندما كانت لغة الفصحة هي اللغة المتداولة أكثر من ألف سنة أو حاجة ما كانوش بيفهموا في التشكيل قوي يعني كان فيه ناس برضو بتكلموا بالفصحة إنما مش بتعرف تشكل كويس فسيبك من التشكيل شوية وخليها اللي هي الفصحة اللي هي كده العادة عالي للبيت أو مثلا عايز أقول إنها خائنة ممكن أقول إنها خائنة إنها خائنة أو ممكن أقول إنها خائنة يعني يعني مش لازم تشكل وترفع يعني خبر إنها ترفعه وتنصب خبر كانة والجر والمجرور في البيت إلى البيت لا ممكن تقول في البيت فهنا الطريقة كانت هتبقى أفضل والأسلوب يمكن يبقى أفضل شوية لأنه لأن مرة أخرى ده عمل تاريخي من 500 سنة صحيح عوما ما كانوا يتكلمون بالفصحة أيامية واللغة العربية كانت متدهورة في كم سنة اللي حكم فيها العثمانيين طبعا فيه ناس هتولك لا أو العثمانيين دول أحسن ناس هم العثمانيين لغبطوا اللغة العربية خالص يعني والناس كانت وحتى كان باين في الشعر يعني كواحد يحب الشعر كان باين في الشعر إنه تدهور يمكن على مدار 200-300 سنة ما ابتداش يرجع الشعر وده اتكلمت عليه مرة قبل كده غير لما سامي البرودي وابتدوا يعملوا الحركة الكلاسيكية إنه هم يرجعوا تاني لأيام المتنبي وأيام مش عارف إيه وابتدوا حتى يقلدوا قصايد بعدها جاء أحمد شاوي وحفظ إبراهيم وكده إنما حوالي 300 سنة كانت إنما على الأقل أنا هبقى مقتنع باللي بيتقال لو كان لغة عربية فصحة ومرة أخرى مش لازم يكون لغة عربية فصحة صميمة ممكن يكون البسيطة وعلى عموم نتمنى لكم كل خير ونشوفكم بسلامة إن شاء الله